ثانيا وسطية أهل السنة في الإيمان الإيمان من آمن يؤمن إيمانا فهو مؤمن وهي مؤمنة وهم مؤمنون وهن مؤمنات والإيمان مصدر أمان أي صدق فالإيمان هو التصديق والإقرار وفي القرآن الكريم يقول تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا وأما في الشرع فهو التصديق بالقول فهو التصديق بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح فمن شهد وعمل ولم يعتقد فهو منافق ومن شهد ولم يعمل واعتقد فهو فاسق ومن أخل بالشهادة فهو كافر يقول ابن تيمية رحمه الله ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان فتارة يقولون هو قول وعمل وتارة يقولون هو قول وعمل ونية وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وكل ذلك صحيح وأما أشهر الفرق التي خالفت لأهل السنة والجماعة في الإيمان فأولهم المرجئة فهم يخرجون العمل من الإيمان فالإيمان عندهم مجرد تصديق القلب أو قول اللسان أو ما في القلب واللسان على اختلاف طوائفهم والعمل ليس شرطا في صحة الإيمان عندهم وبالتالي فهم عندهم لا يزيد ولا ينقص أي الإيمان والمؤمنون عندهم متساوون في الإيمان ولا تفاضل في إيمانهم وبعضهم يقول إن إيماننا كإيمان جبريل وميكائل وعندهم لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة ولزم قول المرجئة الانسلاخ من حدود الله وتمييع أحكام الشريعة لذلك قال إبراهيم النخعي رحمه الله تركت المرجئة في الإيمان قابل ذلك المعتقد معتقد آخر وهو قول الخوارج والمعتزلة فهم يسلبون أهل الكبائر مسمى الإيمان والإيمان والإسلام عندهم بمعنى واحد فإذا خرجوا عندهم من الإيمان خرجوا من الإسلام لكن الخوارج تقول هم كفار لأن مرتكب الكبيرة عندهم كافر في الدنيا مخلد في النار في الآخرة ومن ثم يستحلون دماء المسلمين ويرون السيف على ولاة الأمر أما المعتزلة فأنزلوهم منزلة بين المنزلتين فلا هم مسلمون ولا هم كفار ويخلدونهم في النار في الآخرة فجاءت عقيدة أهل السنة وسطا بين هذه العقائد الفاسدة فالإيمان عندهم قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والقول يكون بالقلب واللسان والعمل يكون بالقلب والجوارح ويقصدون بقول القلب التصديق وبعمل القلب المحبة والخوف والرجاء والإخلاص وغيرها من أعمال القلوب ولا تجزئ المعرفة بالقلب إلا أن يكون معه النطق واللسان للقادر على الكلام ولا يجزئان حتى يتبعهما عمل الخوارج فإذا وجدت هذه الثلاثة كان مؤمنا بهذا قال علماء السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واستدلوا على ذلك بآيات من كتاب الله وأحاديث من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومنها قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا ترجمة نانسي قنقر